حتة بسرعة قبل العسكري مايرجع اي خدمة استهانم؟ انت جيت امتا؟ لسه هوصل حالا ايوه سمر مش هينفع جيلك خالص العسكري رجع على طول معقول بالسرعة دي ده انت حظك سفتة قوي طب بقولك ايه انا عصبي تعب انا قوي ومشدودة ما تيجي تقعد معايا شوية لا لا يا سيام مش هينفع خالص اصلا وجوزي رايحين كروس في اصوام ولازم نجهد هتعودوا قد ايه؟ يعني حوالي عشرة ايام طب وبعدين يا سمر ما تسيبنيش كده اتصرفي بصي انا ممكن اديك نمر تيلر يجبلك الحركات ديليفر لحد البيت ايه؟ لحد البيت؟ ايوه يا بنتي لحد البيت فيه ايه مالك؟ ده بيجيب لنا كلنا عادي طيب طيب ديني النمر ها اوكي 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 بنا يسطر منور يا دكتور ميرو دكتور مين بقى عم زيف بالهيلمان الجامد اللي اتا فيه ده ايه يا عم ده؟ المساعة تبا دخلت واحد يسلمني للتاني يسلمني للتالي تفاكر فيلم عاد اليمامة عن اسم الجهة ايه؟ بالظبط ها one حاجة كدا على قد دي لا علي قدك ايه واضح انك مالي مركزك تمان على فكرة ده بقى يأكدلي ان انت حتقدر تفيده أفيدك في ايه؟ أمورني؟ بص يا عم سيف أنا عندي واحدة قاربتي طلبوها للشهادة في قضية الراجل الأمريكاني اللي تقتل من كم يوم الراجل الأمريكاني؟ ده قضيتي اسمها ايه يا قاربتك دي؟ اسمها نانسي جورج غطاس عارفها بيت سأل الأمر قاربتك دي؟ آه يا سيدي قاربتي طيب قللي جوستاش ليه؟ يا إخي طيب فيش فايدة فيك أبداً بقولك قاربتي طيب خلاص عارفها؟ مؤندسة الدكور هيا بعينها بقولك يا عم سيف البنت دي بنت ناس جداً ومش قادر أقولك عالتها زي الزيف تقدي إيه من ساعة تم وطلبوها للشهادة في المباحث ما تخدمني في الموضوع دي الزيف دي باتخالك قولها تتطمن ده إجراء روتيني بيحصل في كل جرائم الأدل المباحث بتجمع كل الناس اللي ليهم علاقة بالأثير يحققوا معاهم وبعدين يحطوهم تحت المراقبة الفترة يمكن يظهر عليهم حاجة كده أو كده بعد كده بيرفعها من عليهم المراقبة وبعدين بنت مالهاش علاقة الجريمة الأصدر وكده كده ترفعها من عليها المراقبة الله يطمينك يا أخي يش قادر أقولك أهلها كان المخطوطين عليها أديه لا أقول لها تتطمين أنا بقى ليه عندك طلب تقمر سيف يفسح بس اقترات أربعة أيام معنا طب سيف أستغذر تنشو بيه إيه اللي قلق ده ستة هانم عقيد وعسكري وقف على الباب أنا والله لو ما سمر هانم ندخل هنا لو تاخد مني ميت وقية حصل خير وريني معك إيه أنا معايا سبعين سبع بيه وخمسين وصبعين قاتوا معاكم أمه لتنين شكري قوي لا أي خدمة تستاني؟ آآ آآ خلاص يا قسطب آآ آآ لما الحرفية يدخلوا تانية هنبعات لك حطب لك ستة تشكرين قوي معلش يا جماعة أنا آسف جداً إن أنا طبّت عليكم كده من غير سابق معاكم بس الحقيقة يا عمين عندي خبر ما كانش ينفع أخاره عنكم أبداً ولا خبيه خبرية خير خلاص يا عمي شلو المراقبة من عندي بجد؟ عرفت منين؟ عندي يا ستي واحد صاحبي لطبة كبيرة للدخلية تأكد لي نفس اللي كنت متوقع بالحرف قالت إيه؟ قالي إن هما كانوا حطيني المراقبة على نانسي يومين ثلاثة كده لكن أول ما تأكدوا إن ما فيش أي شبهات حواليها رفعوا عنها المراقبة على طول إنت متأكد من اللي بتقوله ده؟ أيوة طبعا يا عمي صاحبك ده إنت مليئ إيدك منه؟ ده صاحبي من أيام ما كنا سوا في المدرسة يعني استعال يكتب علي مش قصدي قصدي يعني هو مركزه مهم؟ يعني معلماته موثوق فيها؟ إيه اللي موثوق فيها؟ ده في أمن الدولة إيه؟ أمن دولة؟ ما هيطمت القضية بالكامل تحولت عليهم لأن الضحية فيها أمريكاني غير إن فيش شبهة إرهاب في الموضوع هو بنفسه لأكد لي إن هما خلاص رفعوا المراقبة عن نانسي ربنا يطمينك يا بنا عشان تعرفي بس إن أنا فعلا قلبي عليكي البوليس شكله برقب هدي المصيبة عرفت من إيه؟ حسيت بيه مرايا ما أنا خبرة في اتجارة الصنف عشر سنين وعمري ما تمسكت ما اتجارة بتخلي لك عين تالتة في ظهرك بس بس ما تقرش على نفسك إيه الشر بره وبعيد طب وك أنا بيرقبوك ليه؟ حكيد عشان ما وضع ريتشارت تفتكر بيشكو فيك؟ طب إزيل؟ ده أنا مغلطش قدامهم ولا كلمة انت مش قلتلي إنهم بصموك؟ آه يمكن ليقولك بصمة كده ولا كده؟ وده اللي مش هكيكم فيك؟ يا غبوتك يا أخي هم لو كانوا لأقولي بصمة كانوا حبسوني وقتي هم اللي إيه اللي مش هكيكم فيك؟ مش عارف يمكن بيحصحصوا كده لغاية ما يتأكدوا تفتكر؟ وأنا حاجع دماغي ليه؟ وعلى رأي المسر امشي عادل يحترع دقوك فيك يعني إيه؟ يعني إن كن ونختفي من تجارة الصنف دي لغاية ما الأمور تادة والعين تروح من علينا علينا ده إيه؟ هو أنا مترايب معاك؟ يا عم حد جاب سيرتك وأنت استدعوك واللي خدوا بصمتك ما هو؟ ما هو ما هو؟ ما هو إيه؟ ما هو عشان إحنا شركة لازم أقولك على حاجة افتكرت إن عملتها وإحنا هناك حاجة إيه؟ أصلي أصلك إيه؟ أصلي وإحنا خارجين من عند الأمريكان يدون كدبت عليك وقلت لك إن أنا مسحت بصماتي وأنا ما مسحتهاش يخرب بيتك طب والعمل يا جابا بتعزم تختفي خالص اللي من دول وقوة هتعمل أي مشاكل تتمسك تروح لقسمي فيشوق هناك الجرجرنا يا حبيبي على القسم والباسنا القضية أصلي علي يا رب بقول لك يا بابا أنا عايز أشوف أدى ما تطمن عليك إيه اللي بتقوليه دي يا لانسي؟ ما ينفعش دي مجازفة محدش يعرف نتيجة عاتبة إيه؟ لا أمو أنا ما ينفعش وما تطمنش على الإنسان لتضحب حياتهم مستقبله عشاني يعني كده خطر عليك وعليه يا حبيبتي مش معنى إنهم شالوا المرأبة عليك يتبقى في أمان؟ وممكن الزابط صاحب أمير يكون بيعمل حركة تمويه عشان تاخد راحتك كده عاي في المحظور لو حصلت هتنكر واروح له وليه دي كل يا حبيبتي؟ عايز أتطمن عليه يا ناس دمير بيأنبني نحيته ما ينفعش أسيبه لوحده لازم أبقى جنبه وجود الجنبه حيعمل ايه؟ ده ممكن يعرضه الخطر أكتر يا بابا يا بابا ده بقى أهله ما بقوش معاه إحنا الناس اللي فضلينه بس في الدنيا ده غير الرعب اللي زمانه عايش فيه طب خليها لبقى الصبح لا يا بابا عشان خطري دلوقتي ليل وفرصة كويسة صدقني ما أنا عارفك دماغك ناشفة واللي بتعوزيه بتعمل ايه؟ جورج انت عتقوم على قمها ولا ايه؟ إحنا عنروح ونرجح على طول طب ما تخلي حضرتك واروح أنا واجيب صورة إزاي يا حبيبتي؟ عايز تروح الواحد غريب في شقة لوحدكم؟ ده بالذات أنا هستأمنه على روحي كفاء اللي عمله عشان يندفع عن سماتي وشرفي؟ طبعا يا بنتي ده إنسان أصيل واللي بالنبل ده مستحيل يغضر أو يخون بس أنا لازم أجي معاك عشان ما ترجعيش لوحدك موسيقى 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 زيك يا ادم؟ ها؟ هنقولن ايه؟ بابا أصدل زيك يا شريف موسيقى 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 انت كويس؟ يا ست معكويس أهوة وعال العال زي ما قلتلك أصلها أصرت تيجي تطم منها ليك بعد ما عرفت إنهم شالوا من عليها المراقبة ما طقتش تستانى لحد الصبح كتر خيرك خيري ايه؟ ده انت جميلك على الراسي من فوق انتم مستانين حد؟